الجميع يعطل وخاصة حزب الله يعطل هذه المؤسسات حتى يقول أنا الذي أقود المرحلة أن الذي أحدد مسار السياسي أن هناك متغيرات كثيرة تفرض على حزب الله أن يعيد النظر بموقفه الآن حزب الله حتى الآن وأن أقول رسميا لم يعلن إلى الآن عن مرشحه الرسمي صحيح أن هناك كلاما كثيرا عن أن سلمان فرنجيه مرشحه ولكنه لم يعلن حزب الله لم يعلن رسميا أن سلمان فرنجيه مرشحه هو الرسمي حزب الله وأظن سبق وتكلمنا بهذا الموضوع لا يستطيع أن ينتخب جبران بسير ولن يقبل بجبران بسير رئيسا للجمهورية جبران بسير إلى الآن ما قام به إلى الآن عمل معادي لجميع القوى بما فيها الرئيس نبيه برري والأستاذ نبيه برري أساسي بالنسبة لحزب الله لأنه يشكل ضمانة استقرار الساحة الشيعية جبران بسير أدرك متأخرا أن أن يضع كافة قدراته وطموحاته مع حزب الله حصرا كان عملا خاسرا جبران بسير أصبح جزءا من منظومة حزب الله سواء أحب ذلك أم لم يحب سواء كان مدركا أم غير مدرك لذلك ما قام به جبران بسير خلال السنوات الماضية من عمليات تعطيل أو تصريحات عالية النبرة أو استعداء لمكونات لبنانية يدفع ثمنه الآن لكن لا فرصة للنائب أن يكون رئيسا من الجمهورية إذن إذا وصل أي رئيس لا يطرح مشروع حزب الله هذا معناه أننا دخلنا في ست سنوات من إدارة الأزمة وليس في حل الأزمة قوى المعارضة تدرك خطورة الوضع اللبناني لكنها لا تملك قدرة على التغيير لذلك هي تنتظر مشهدا خارجيا يكون له قوة فاعلة على الساحة اللبنانية حزب الله أمام خيارين إما أن يدخل في اللعبة السياسية ويكون جزءا أساسيا كما قال مكرو لاعبا سياسيا ما اعتبر أن له حضور وله جمهور وله بيئة حاضنة أما أن يبقى مهيمن على الساحة اللبنانية مستندا إلى السلاحي الذي تستقوي به بيئته على كافة اللبناني هذا غير ممكن ولا يمكن أن يستمر وسيبقى لبنان يعاني الآن نشهد اعتراضات كثيرة على الأمن الذاتي في منطقة الأشرافية وحزب الله تحديدا الذي يعترض من خلال بعض أدواته الإعلامية والآن انتقلنا إلى ترابوس وقد ننتقل إلى منطقة الأخرى هل هذا لبنان الذي نريد؟ الآن لا انسحاب القوات الدولية لأن انسحاب القوات الدولية معنا أننا دخلنا في مرحلة حرجة جدا وأن عدوان إسرائيلي أو تدخل دولي قد يكون قابقة وسيناودنا لذلك هذا ما يتخوف منه حزب الله من تمديد مهمتها مهمة القوات الدولية ونشر على كافة الحدود اللبنانية مما يلغي المعابر غير الشرعية التي يتم عبرها التهريب المملكة العربية السعودية والدول العربية كافة تريد لبنان خارج محور إيران تريد رئيسا للجمهورية يستطيع إدارة شؤون البلد دون العودة إلى المرشد الذي يعطينا الإرشادات بين الحين والآخر حزب الله الآن هو جزء من منظومة بدأت تضعف قبضتها على أدواتها في المنطقة وأمكاناتها تتراجع لكن ما أتخوف منه حقيقة هو من حدث كبير يجري على الساحة اللبنانية يفرض تغييرا بقوة السلاح على الساحة اللبنانية يغير الواقع اللبناني